حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد من أن أيامه في الحكم أصبحت معدودة إنه لا يستطيع أن يبقى في السلطة إلى ما لا نهاية من خلال القوة العسكرية تستطيع أن تبقى في السلطة بالدبابات والمدافع ولكن مدة معينة ليس إلا وسيأتي اليوم الذي ترحل فيه موقف أردوغان يأتي فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية عن تعرض حافلة تقل حجاجا أتراكا لهجوم مسلح في سوريا وأفادت محطات التلفز التركية أن الجيش السوري أطلق النار على الحجاج لدى مرورهم قرب مدينة حمص عائدين من مكة المكرمة ما أدى إلى إصابة شخصين أدخلا إلى المستشفى في مدينة أنطاكيا التركية الحدودية مع سوريا إلى ذلك اتهم وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف الغرب بتبني نهج استفزازي في الأزمة السورية فيما كانت الجامعة العربية تدعو إلى وقف العنف كانت عواصم غربية تعز المعارضة بعدم الدخول في حوار مع رئيس الأسد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استبعد من جهته تدخلا عسكريا من أي نوع في دمشق حاليا لكنه أعرب عن تخوفه من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية وطالب بالإسراع في تنفيذ المبادرة العربية وذلك في مؤتمر سحفي عقده في الدوحة إثر لقائه نظيره رئيس مجلس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر الثاني والتقى وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج ممثلين عن المعارضة السورية في الخارج وأوضح إثر اللقاء أن بلاده لم تصل إلى نقطة الاعتراف الرسمي بالمعارضة لأنها ما زالت تمثل مجموعة مختلفة إلا أنه أكد في المقابل أن لندن ما زالت مصممة على زيادة الضغوط على نظام الأسد ميدنيا قتل أربعة مدنيين برصاص قوات الأمن اثنان منهم في بلدة الاقصار قرب الحدود مع لبنان وآخران في حي البياضة في حمص وذلك في أثناء عملية دهم من جانبها أوردت وكالة سانا أن أحد الجهات المختصة نفذت عمليات نوعية في حي البياضة تماكنت فيها من قتل أربعة مسلحين من بينهم خالد الراجح الملقب ببندر لافتة إلى أنه كان على رأس قائمة الإرهابيين المطلوبين الذين روعوا الأهالي ونقلت مواقع الإنترنت المعارضة صورا لتعزيزات أمنية في محافظة إدلب حيث أكد المرصد أن الجيش السوري متمركز في قرية أحسن في هذه المحافظة إضافة إلى أحياء عدة في ريف حماء إلى ذلك أكد عضو مجلس الثورة في محافظة حماء مقتل الناشط الشاب فرزات يحيى جاربان الذي اعتقلته قوات الأمن الجوي وقد وجدت جثته ملقاة على الطريق العام قرب مدينة الأقصير وعينه مقتلعتان يذكر أن جاربان كان يصور الحوادث والتظاهرات الميدانية وبذلك ينضم هذا الشاب إلى مغني الثورة إبراهيم القاشوش الذي اقتلعت حنجرته وإلى الرسام المناهض للنظام علي فرزات الذي كسرت أصابعه